اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إلي وصحبه أجمعين عسليما إن شاء الله يارب تكونوا بألف خير ونعمة ناس الكل اليوم بش نبدأ معاكم الانهاري بقيوة الصباح وحبيت نشارك معاكم الطريقة متع القهوة خاطر فهمش كون كتبتلي في التعليقة تسيرين راني كل ما نجي نعمل القهوة نفيض الدنيا بلا حليب نحب نعرف الطريقة كيفيش حصلوا الكومنتير يضحكوا أنا نسيتوا بالضبط شوف هو اللي تعرفوا السر فاشة تاخو كاس كبير شوية كما هيكا تحط فيه دوبة شوية حليب تحط شوية حليب فهمتا ما تعبيشي الحليب برشا معنايا في الكاس باش ما يهلك لكش الدنيا خاطر كبدا الكاس معبي بالحليب وانتي تحطوا في كل إذيكا في الأبارية باش تسخن لك وتعملك الرغوة أكيد باش تبدأ الحليب بيتناطر في كل بلاصة وأمك كي تتغش عليك كما هي كتبتلي قتلي راهم ما دي ما تتغشش عليها كل ما نعمل القهوة ريتاني اخذت كاس كبيرة شوية حطيتها في شوية حليب بارد والماكينة هي اللي تسخن لك الحليب وتعملك الرغوة وتعملك الوجه المزيان متاع كل كاس شوفوها قطرة حليب كيفاش عمتلي الرغوة وكيفاش عمتلي الكاس هي خطر كي تبدأ تركض في الحليب تبدأ تزيد لك في الماء انتي كتحط برشا حليب يولي الحليب فايد لازم شوية حليب هيكا باش مانا الكاس يجيكم ريجل وهذه هي قيوتنا لليوم الوجه متاحة ما شاء الله هي شهيك هيكا باش هتكمل قهوتك وتسرب هيكا الكهو باش نحط نشرب قهوتي بطبيعة لازم نخلط شوية عينيها هكو مدراه فيهم بالنوع دوبة نشرب قهوتي انفيق ما عدتش عينيها عرفتو كل يتحلوا واحدهم القهوة ما الصباح ما عدتش نفهم معا حتى شي لازبتني نقوم الصباح نخل قهوتي قبل صدقوني عادي جدا والقهوة منكمل هاي شوكل اما تولي القهوة ديكا لازمة باش نحل العيني الصباح باش نحط كسين الصغار ياخذوا حليب الشوكولين هاو كمهرا نهار يشربوا نهار ليكو نهار وقسمون حصير ونزرب الحقيقة ما نشلا باش نعمل لهم لا قاعدة ولا كراسي لا حتى شي اه امس كلمتني وخدراج لي قتلي سيرين شريك نمشي ولو الصوة ونمشي نفطر وغادي كا هوك الصغار يلعب وغادي وكل شي كا هو تفاهمنا وتفاهمنا كل واحد شو بشي يعمل حماية بشي طيبنا لفطور وطفليتي كل واحدة بش تعمل حاجة اللي بش تعمل سالي ولي اكثريهم عاملوا سالي واني بش نتلعيب حاجة يعني القهوة بش نعمل القهوة بش نعمل حاجة مع القهوة اكا هو قاعدت نخمة منخمة شو نجم نعمل اني في المدة صغيرة اللي عندي خاطر بش نمشيوا معا بش نمشيوا معا لحداش ها كيك معناه ما عندي شكل وقت الكافي اني بش نعمل حاجة كبيرة قلت ما فهماش ما احسن مكعبة كيك تكفينا ناس الكل وصغاري معناه هي يحبوا حاجتها كوما بش نعمل كيك ونعمل قهوة ونزيق واني بش نشري حاجة من البرة ما انا قلت ناخد جو ناخوية غرط الصغار حاجة كما هكيك اكا هو خليونيسا نسرق قهوتي عندي كعبة براونيز ماديته بخاطر ما عنديش خبز نعمل اهني ملاوية حاجة ما بما انو ما عنديش وقت ماديته لي عنها في الهو ما عاد يعملوا جو كاريته سلمة شيخة خاطر ما عديت لها كعبة براونيز ماذا باها دي كعيشتها ماذا باها دي ما هيكا كيك حاجة هيكا وكيك بشوكولاته كثر حاجة اكا ها ادخلت على البيت شوفوا الابنت اتوني عاملكم فيديو من شريط اللي نلبس فيهم امس امس وليم حاصيلوا البرودة اللي فات كل بست زوزوا نصوم بلويت برش سألتوني عليهم اتوني نحط لكم الباج متاحهم واليوم اتاكد زادة بست سألوني علي اللبستها دو اتوني نحط لكم زادة الباج خاطر اني الباجات اول مرة ستقوني اول مرة معناي شري من عندهم ما عنديش فكرة عليهم لا اسمهم لاني حافظتهم لحتى شيء اتوني نحط لكم في في فيديو ان شاء الله غضوة نصور لكم ايني شونو خذيت ونحط لكم لسوام الباج كهو دخلت على بيت الصغار نحط لهم بدلت الفروشة وباش نهزت باش يتخسل وعندي تباش لازم يتطويق نحب ديما كين اخرش تبدأ الدار نظيفة باش من بعدك كينجي تلقاني معناها مشاك نبدأ نخمام في الدار حتى جيتوا مزروبة بين الدار وبين الصغار لبستهم وما بين اني باش نحضر حاجة لم ترد فرشة لم ترد فرشة لازم يتطويق باش عندي برشة لازم يتنشر لازم يتطويق بشة لازم يتطويق بشة لازم يتطويق بشة لازم يتطويق بشة لنبدأ من بعض داخلها لاني اجت لميتك الوراق متاحهم والكل اضع الربشي خرج الوصلا معناها اللوت بشيطة اللي هبطة اجبت الهنية باش نحط نطويه وذي راكتن بعض نمشي اجبتها قهيوتي كما شفت وليل شربت قاوتي معناها اعرفتو كن نزرب ما الشكل اخديت وقتي في القهوة هاي كملتت باش باش مكثرش عليكم ودخلنا للكو جينا باش نحضر مع بعضنا الكيك الحقيقة الكيك هذي طلعت بالحق ابنينا خاطر اني معالي كيك مانيش اصحاب برشا مانحبش نحبلهم برشا نحسو ماينشحوش معايا برشا حتى قدش من مرة ان تلموا في درح ماتي مثلا نقول الاخت راجلي جاء انتي خلط الكيك برغم فيه حتى يقعدوا بهتين فيها نقولها لا الكيكات ما يطلعوش علي ايدي وما نحبهم شو برشا ما نعرش عليش اما هذي الحق نجحة معايا ونحسيتها بنينة على الاخر خاطر حطيت فيها روح البنان لحقيقة خذيتها هي كيك اللمسة هذي خذتها من عندما تستعمل روح البنان ياسر في الكيك واليكيك متاع ما بنين على الاخر من رمضان اخذيت من اول رمضان كنت تذكروا اخذت روح البنان وخذت روح اللوز اخذت برشا حاجات وقتها كسكر فانيل كل مستعملتهم جملة ليستعملت لا في رمضان لا اخذتها حمد الله اخذتها تشجعت وعملت كعبة كيك اخذت 3 كعبة تعظم عليهم روح البنان تلقاوه معناها الحاجات هذو ما اللي بنت اللي قول كل تلقاوه عند اللي بيعوا مسلزمات الحلويات وإلا تلقاوهم ذاته حتى في معناه في المجازينة وكل شيء اخذت شوية ملح وكيس متاع سكر وباش نركضهم معناه عادي يعني نركضهم مبليح حتى لنضعف الحجم هذي كان نكهة البنان هذي كان يبدأ خاطر وتحطوه بشوية تعطيكم بنينة بنينة على الاخر الحق ما نحبش بشراني البنان مانيش من محبينه معناه اني نحب اللي كايك للبنانة حتى شوفتوا بمثال ياغورت كتبدا عندي ياغورت والبنانة ما نعمل شباه القطو اما هذي معناه الدبوسة صغيرة هذي كان نكهة ياسر بنينة إليه نقوم بسكوية كي نفده دهنة كبرا نركضهم مبليح حتى اه كما اغلبت لكم اللوني كان السكر يذوب باش نضيف توابقية المكونات باش نحط نفس الكاس اللي كيلت بيه السكر باش نحطه آآ كاس آآ نقص منه دوبة شوية لبنات مش كامل مش معبي زيت زيت نبادي وحليب كاز زيده ما هوش معبي ولا اخر قهوة دلتة ولا كملت وماش باش تكمل انا ما كملتاش حاصيل اخرش ما كملتاش قلت دا نشرب غديك القهوة خليت اللي باش نغرب الباها الفرينة اللي مساسها نغرب الباها متاع القهوة هيكا كبيرة شوية كسرت لي كسروا هالي الصغار حتى هي شدت معي اتوام كل ناس ستة سنين حاصيلة واني جبتها دا اه المهم تغربيني للفرينة لازم انا باش طاقي طلع لك القهوة هيكا آآ هيكا قطني وكل لازم تغربينها متاع الفرينة باش ناخو زوز كيس هين متاع فرينة زوز كيس هين ونحط واحدة متاع خميرة زده كيف كيف الخميرة نغرب الحاجات اللي تنجح لك الكيك هي تغربين لفرينة وتغربين لخميرة حاجتها ضماء خلط دوبة شوية باش من نحيش من هكا لهوالي في وسطها هو لمحالة حاجتها بلدين خير او في المرحلة هذية معناه انك تخلط بيدك خير حاجت البنان فيها ما شاء الله ما نحكي لكمش حاجتها بلدين حاجتها بلدين حاجتها بلدين وقتها حاجتها بلدين انتا قبل لك هاي كيمة الطاجين هكا ياسر محلي هكا شكله ويطلع لك الكيك منفجة تهبل وكتشفت بالحق معناه يعني قبل ديما نسمحها الحاجة هذية وقلت هي لكم قبل انو كي طيبوا حاجة في الاليمنيوم خير ما انو طيبوها في التفال وإلا كل الباي ريكس وكل نواع هذوكم اللي طيبوا فيهم القدو ولا سيراميك ولي حاجة صدقوني لبنيت التاطيبة متاع السيسمو هذية حاجة الاليمنيوم الاليمنيوم خير ببرشا وكنت نسمحها وكنت هيكا مش مركزة معها نقول شنو الفرق حاسيت فيما فرق كبير الاليمنيوم يمكن يسخن اكثر من العادي مثال باي ريكس نتصور يوصل درجة سخانة مش قوية برشا كم الاليمنيوم نعلم شنو السر معناها ديما لي كيك ولا ولا اي حاجة نعملها في حاجة الاليمنيوم عندك تبوقة زيدة هو صحيح ما وصح يراه اما يطيب لك الحاجة خير نشوفها في برشا فيديو ويت مصرية وكل شي ساعملوا ياسرهم الاليمنيوم حتى في الماكلة معناه فالتطيب اكثر من ينقصوا كل حاجات الاخرين يقولوا الهاكا يا خير بالحق معناه التو مرتين تنجح معي نعملها وقداش مرة نقولكم ساعة نعملي كيك مانجحوش معي يقول بلك ملخ ميرا بلك ملفور بلك مانعرش معناه شنوال اما توا كل من طيفها هذه حتى في دربابة كل من طيفها جيني ناجحة الف بالمية وتجي تطيب امتاح اخير من البي ريكس من عاش تبدا قطنية وتبدا هيكا طرية تهبن مش كيف ما نعملها في البي ريكس مش كيف مش كيف جملة زادة لاني لبنت خليت شوية مكلة شوية مكلة الخليط وحطيت عليهم غرفة مكلة كاكاو وحطيت شوية حليب بكة بشي يجري لي شوية القوة ممتاعه وصبيته كاكاو برشا اما اعجبكم مش الكاكاو هذيك اللون وغامق برشا برشا قلتوا هيكا في نكهة محروقة ولا كيفاش اني لقيت له حل اني من استعملوش الكل خطر هو كي تستعمل برشا دي جابش يعطيك الكولور اكحل اصلا تحسها الحاجة محروقة اما تنجمه مع الكاكاو تحط الكاكاو العادي متاعنا وتحطوا شوية مكلة كاكاو الغامق هو الحق معناها زينته تهبل يعطيك لون محلة في الكاكاو الغامق طعمته مش بنينة كما الكاكاو الغامق اما اللون متاعه محلة اني نخلط نعمل مثل مش نعمل براونيز ولا حاجة نخلط الكاكاو الغامق ونحب مغرفة من الكاكاو الغامق لاني حطيت الفول يسخن وحطيت المول اللي بشان طيب فيه حطيته يسخن شوية بعد ما تهمته بالزيد وبعد صبيت عليه الخليط ولاني حطيت عليه شوكلادة عندي جوزة ذكرت فمشكون عن معناها في العيل عنده حساسية من الزوزة قلتي لوحة نعمل شوكلادة وكهو وحطيت على 180 نحل عليه من اللوطة اه دريجين هكيك نحل عليه المروحة وكهو كملنا الكايك وارتحنا عليها مش نخمل تول كوجينا تعملش حاجة هيكا تعملش حتى كاس قهوة كوجينا تدخل بعضها وعليش الله اعلم اضايا معناها ريتو في التصوير اه معناها منيشا كنحط فيك المكونات في كل حاجة في حاجتها وكيما يعملوا برشا معنا كل حاجة يجو ضيبها يحط لك المكونات وتبدأ منظمة الدنيا وكل فهمتش اني كان جيت نعمل كايك كوجينا كيفاش تولي والمعون وكيفاش يولي اضايا معناها نصب معاكم وكل شي على طبيعته يعني يقولش عليكم معي في الكوجينا فهمتش اني تعملش حتى كاس قهوة الكوجينا تدخل بعضها عليش الله اعلم حاصيله باش نهز نظم الخايم قعدتلي كين الكوجينا باش نغسل لد المعون اللي فطره فيه ونعمل مسحة للكوجينا ونخرج ونخليها نظيفة حتى مبعد كينجي ونطيب لعشية تبدأ نظيفها الدنيا منخليهاش داخل لبعضها فكا مسحتك الركاضة ديما كينجي نحاول كينستعمل اي حاجة نمسحها ونرجح لبلسطها بتقع لنظيفها وحتى كينجي نعمل هيك روتين للكوجينا تلقى دنيا كل نظيفها وما تستحقش انك باش تعمل هيك روتين خاص بك الالكترو ولا اي حاجة عندك حكت الملة حكت اي حاجة حواور وكل نحاول ديما نمسحها زيدا ورجح لبلسطها نظيفة اني كبنسربتش قهوتي على بلاستي واني قاعدة منجم هيش الحكاية دي اني ندور ونبدأ شدة القهوة ننسيه جملة لازمتني كينعمل هيك قاعدة للقهوة نشربه الكل يعني واني منعش نتفرج مع الصغار شدة دليفون مهم نشرب قاعدة واني هيك قاعدة ومرتاحة اما اذا قمت معاش نتلفت لي القهوة لي الميكلة لحتى شيء بسحة الطالة ونفطره الصغار وباش نهزك التابي اه هديكا سايد تابي معاش النجم حتى نفرجها خاطرها تمسخة سايد باش نعمل مسحة للقوجينة وان شاء الله طبعه اذا تقسكت معناها تفيه شوية ودنيا هيك ركحت ملع جيش نبدأ نخصل في التابيات حتى بالوحدة بالوحدة نقص على روحي تابي هدية ولا تابي الكلوار ولا ما عادش فهل حقمت عربي حتى الدنيا سخنت يعني عالتابيات في الكوجينة تحس مكهوة ما عادش تفرج مش كما فشتي شتي مذا بيككت ديما مفروشة هي الكوجينة خيارها مش مفروشة روخات الكوجينة لازم ديما فتفت خاصة انك يبدأ عندك طاولة وتبدأ عندك ماكلة في الكوجينة رك ديما وانتي تلمه ديما وانتي تمسح اما نحب فشتي لحق نحب هكا مفروشة شوية تحسسني اللي هو بالحق شتي اذا هزيت التابي وخبيتها روص يفجي مش نعمل لمه للكوجينة وبعد نمسحها خضر فهما برشة برشة فتفت بيحت الكيك في الفور ما شاء الله خارجة ما نحكلكم مشريحة كل روح البنان بالحق خذوه لبنيت وتفكروني وتفكروا ميمتي بداي وتخير خطريني الحق ما كنتش كنتش نشريه جملة هي تشريه وتعمل بي كل شي كم قطل كل بسكوية ولا كوكيز ولا اي حاجة حاصيله وتعمل بيه اتعمته بنينا على الاخر في الحاجة هذا وما خاصة انك تبدأ حاجة بالعظم ما معتش فيها تعمت العظم جملة تبدأ فيما ريحة بنينا خاصة انك تخلطوا مثالك اتخلط معها تاجم تحب سوكروفانيه ولا حاجة كهو الهني جيت لبنيت للحوث بشن نخسل الماعون رجعتك الماعون لبلاستو فرق كبير فرق كبير ما بينها كاي البريل ما بين البرودويم بتاعها جمل الغسيل فرق كبير تعرفوا ريته بدون الغسيل تقريبا عام دو سبعة شهور ضهالي ولا ثمانية شهور كال مش تكثر حاصيله من سبتمم من من اول العام معنى من اول ما دخلوا للصغار يقراو خديتك البيدون متع الغسيل مصيف معنى او جاي صيف توابش وفالي توتب خديت البرودويم هذا كالي لا ضهالي ولا البريل وكل حق ما فرق معنى ريتو كتستانو الغسيل فرق على البريل البريل يرغي مش مايراغيش اما ريتو كن نخفلت عليه ساعة مثال اتخلت ولا حاجة نعود نخسل بيه ما عادش تلقى فيه رغوة جملة الغسيل تقعد حتى نهارين تخسل بيه ما معناها عرفتو كل يقعد يكشكش عاها دي نخسل بيه نهار كامل هضايا لا تلقاني نبدل في المية مرة وثين وثلاثة في النهار الغسيل اللي عملو مرة بركة في النهار اللي نخسل بيه مرة بركة كن شوه معناها يوفا كهو نخسل برشة ولا حاجة ما صدقوني قعد لي توا معناها ما عندو برشة يعني عندو برشة ملي خذيتو اي كي تذكره دي جام صورته واني وقت لي خذيت البيدون تو تو فالي اي كمنا المعون ركحناه بش نرجع المعونية هذو ما لبلاصتهم و بش نحط نعم القهوة بش نعملها معصورة خط الاكثرية بكلنا ما نحبوش برشة للقهوة العربي نحبو القهوة المعصورة نزم عاي شوية حليب و بش نطيبو التايغة ديكا وحاصيلو يتعدى جومة حليه هيك الواحد تحس تبدل نفسيتو على الاخر فرق كبير بالحق ما بين الدار وما بين هيك بلاصم سيبة حتى الصغر تحسهم صغر يتفرهدو اكثر من الكبار معناه ما حتى الكبار تحس روحك تفرهدت ارتحت من الحيوت وتحت من الدار ومن كل شيء كملت عملت مسح علي الكوجينا وبش نحضره ترمز القهوة الكايكسي حليت عليها المروحة ما نحلش عليها من الفوق ما نحل عليها من اللوطة ومبعد نحل عليها المروحة والنار اللوطانية كهو بش نعمل قهوة عندي اضمها كابسوليت كابسوليته متاع مكينة قهوة اخرى متاع مكينة قهوة اخرى معنا مش اسبريسو ظهر لي مش كيفة لي عندي ايني لازمت نفرغها ونعصي نحضرها وهذه الكايك حضرت مش نحطها في السيبور هذي حصل على السيبور عندي قديش مستعملتوش يعجبني خاطر باخطاه وزيت لاخطافي معناي يتسكر ما ما يدخليش لا ترابل حتى شيء قلت خليه نقسمها ندلت سخونة هي راهي ما رش عليه الحقيقة قصيدة كان خليت غادي خيد باش لا تتفتفت لحت شيء جاء الكايك ولا لقدتو ماذا بكم دي ما تقصوها ما حبيت نذوق عرفت قلت خلي نشوفها كان هي بنينا نهزوها كاني مش بنينا خلي واف الدار واني قلت لكم ان الكايكات ما عنديش معامرة اما الحقيقة طلعت بنينا على الاخر اكا هو تخنا لهني لباش نحضروا للا سلموتا باش انو مش طلها عشر لاشعارها قتلي اعمل لي يا ظفراء مودة هذية كل مغرومة بالظفراء معاش تحب معاش تحب معناي شعارها هيك مش دود ولا مسيب ولا تحبو دي ما ظفراء هو احسن معناه طفيرة خيلة مدين فيما تراب وكل طفيرة خيلة كهواني باش نعمل هي راهي الصوب بصفة عامة كيف هي كيف لبحر يعني منك الرب ومنك للشمس قد ما تحط الكرون باي مش نعمل الكرون هذية افين الحقي يهبل على الاخر وجهك لا يزيد لا حتى شي كي ما تحطو كيف ما هو آآ برشا قلتو لسيرين برشا واخذ برشا واخذ اكرونات وكل يعني اللي بنات مش كان ليا ليا والندين اختي اني اخذت الغسول واخذت اللي نحي بالمكاج واخذت الكرام معناها الترتيب واخذت الكرون كهو اللي كرون لاخر اخذتو الاختي حاصلوا لاني انقوت لكم راهو يهبل يهبل اللي كرون عاطي نيارة للوجه وعاطي هيك عرفتو كل مش يبيض اني محاشيش بالحاجة اللي يتبيض ما يعطيك لقا ويفتحك كتحس درجة ولا كيفيش وحاجة مزيينة مش شكل ازرق وكل حاصلوا شقة عليه على الاخر بصراحة يهبل 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 كهوة باش نهزو شدوش ونهزو التليفون الحق مانيش باش نصور برشا قلت خليني هيك نرتاح الواحد لازم يسكر تليفونه يقعد عرفتو كل تعيش اللحظة الانترنت لالولا حتى شي سكرت شباك بيتي خطر اصباح حالية حالية البيوت وجيت هني بش نكمل الحط القفة حتيت الترماز بش نحط الكيك تعدي زي تخليط حاجة اخرين يعني من انتعلق تليفونه مع ش hesitant ام انتظر اخير مده انتظر 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 صحيح ايه يحب ناسيا 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 نسيح هلا دايش هل رأس هل رأس تكتش هل رأس هل رأس هل رأس هل رأس هل رأس هل رأس صبت هل قال ألاقك ألقك لا إحبات لا هم سيجوه lugهن يبقوه يبقوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة